في الأصل هي حديقة عمومية ومتنفس لسكان بلدية صدراتا ولاية سوغهراس لكن اليوم تم اقتلع أشجارها فيما تحولت مساحاتها إلى ورشات للبناء وحسب تصريحات المواطنين فإنها تعود إلى بعض أقارب أعضاء البلدية منحت لهم قرارات استفادة من أجل إقامة محلات تجارية هذه البساحة روصيرة ودهاها صدراتا هذه تحكم فيها كما أريد هذه القضية أثرت استياء الكثيرين وطالبوا الجهات الوصية التدخل العاجل نطلب مسلطات المحلية التدخل العاجل باجتماع الوزير الأول بالولاد قال نحاول بيروقراطية أرواح تشوف أرواح تشوف أرواح تشوف شوف الدنيا زي واه شو الدنيا الجر ستين سناعة في عمرها قلعوها والد أرواح تشوف المديرية الكتوندي كل كائنا مع مديرية البيئة مع الولاية ما كانش عنا سلطات محلية هنا ما كانش نهائين الشرق نيوز حاولت الاتصال برئيس البلدية لإعطاء تفسيرات حول الموضوع إلا أنه تعذر ذلك لتتواصل عملية قاطع أشجار فاق عمرها ثلاثين سنة فيما لا تزال علامات استفهام كثيرة تطرح بدءا من كيف وعلى أي أساس تم منح قرارات الاستفادة من المحلات